هي كانت مقايضة بين تركيا والاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يريد ويسعى إلى الحد من الهجرة أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد أحداث باريس التي يقال بأن أحد منفذها أو بعض منفذها قد أتوا في هذه الموجة إذن فالاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى كما قلت يحاول أن يحد من الهجرة للرد ربما على طربات رأي عام قلق وفي نفس الوقت تركيا تريد أن تحرك الملف ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ملف تأشيرات الأتراك دخول الأتراك إلى تركيا إلى أوروبا بدون تأشير وأيضا المساعدة المالية حيث أن تركيا هي التي تتحمل عب اللاجئين منذ سنوات وهذا العب ربما يساوي المليارات وهي تريد هذا الحصول على هذه المليارات خاصة أنها منتحصل على الكثير من المساعدات الدولية